يوصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث استقبل المطار اليوم خمسة طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهل قطاع غزة وأوضح مصدر بالمطار استقبال طائرات من الأردن وقطر وروسيا والإمارات والكويت هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثانية عشر من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 498 طائرات من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية ذلك بجانبي 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية ترجمة نانسي قنقر